اشتركوا في القناة مبادرة مقدامة عكست او تجلت في اقتراح عمري ملموس يقوم على يد ممدودة الى الجزائر تبدأ تفاهم ووضع اطار للتعاون نعم نعرف الصعوبات ولكن كما جاء في خطاب جلالة الملك ينبغي ان نبني على الماضي المشارك ماضي المقاومة المشارك والمؤسسة من روابط الاسر التي تشكلت مستقبلا لنا جميعا لهذا الامر لا يتعلق ب قضية او بمستجد لا هذا واحد توجه اختيار كما جاء في خطاب جلالة الملك لبناء مستقبلين يخدموا مصالح الشعوب دون طرف ثالث او وساط ما يهم الامم المتحدة عنده المصار دي ولكن هذا مصار آخر وكان مصار ملموس عملي فيه تعبير على استعداد للحوار المباشر بوضح بحسنية بصدق دون شروط دون استثناءات وبصراحة وموضوعية لانه كان خلافة لهي ضرفية وكان خلافة لهي موضوعية كما جاء في الخطة ولهذا المغرب بهذه المبادرة التاريخية راه كي ينقل العلاقات على المستوى المغاربي او يضع اسس انتقالها الى مرحلة جديدة هناك الشق الثاني في خطاب جلال المالك المتعلق بتأكيد مبادئ الوضوح والطموح سواء في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي او في العلاقة مع الاتحاد الأفريقي او في العلاقة مع الامم المتحدة وهي مبادئ واضح من بين مستنتجاتها مسألة التعاون الصادق مع المبعود الشخصي الأمم المتحدة هذا ما صار كما قلت الذي سيتقدم ونحن ان شاء الله نأمل خيرا في المستقبل